اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من شي جديد بدي رحب فيكم وبكل شخص نضم لإلنا بهيد الحلقة وبصرني وبشرفني بهالحلقة يكون ضيف الدكتور أكرام حمية دكتوراه في تأليف وأخراج الموسوعات العالمية المصورة باللغة الإنجليزية أهلا وسهلا فيك معنا أهلا فيك يا طلاف الله يعافيك تحياتنا لحضرتك شكرا لكم وأعضاء البرنامج كلهم شكرا شكرا وفرصة كبيرة اللي أنا سمحتوا لي أنه نشوفكم وتعملوا معي هالإنترفيو أهلا وسهلا أو شي بشرفنا الله خليكي مرسي نحن نكبر ونشوف حالنا اليوم بشخصيتك اللي عطيت من وقتك كتير للترجمة خلينا نقول والتأليف واليوم أبدعت دكتور أكرام لأنه اليوم معي 14 مجلد أكيد ما حافينا نعرض لـ 14 معنا المجلد المسخة الأولى اليوم هيدا المجلد الأول صحيح بدي أرجع معك هيك لورة أول شيء قديش أخذ وقت قدي مهم هيدا المجلد اليوم الترجمة من اللغة الإنجليزية للعربية صحيح المسكري الزابط يعني أو مهندس أو سائح أو أي مجال بالعلم علم يعني بيختص هيدا المجلد بالنسبة للعلوم ككل شامل لكل العلوم لكل الشغلات الثقافية والفكرية يعني كل إنسان بيستفيد منه الطالب الستيودنت الانجينير الأوفيسر الدكتور توريست يعني أي شخص بيقدر يكون عنده أصلا حتى حب ومعرفة أكتر أدي أخذ معك وقت أدي أخذ معك وقت تقريباً وقت البلشت عملت أول مجلد سنة 2010 وبلشت بالترجمة اخترت اللغة الإنجليزية وترجمتها للغة العربية أنا اختصاص أخذ معك وقت البلشت عمل الإنجليزية وعامل الإنجليزية وترجمتها وعامل الإنجليزية ودكتورات في الإنجليزية تمام أديش هتدي أخذ إقبال هيدا الكتاب من قبل الناس كتير اليوم عم بحكي أنا بعدني بالنسخة الأولى هيا نحكي مشاهد أول شي أدي أخذ إقبالتين شي شو بيتضمن أول نسخة بيتضمن أول نسخة عن الارمي الارمي الهيفي والمدل واللايت أخذ إقبالات أخذ إقبالات وطنقات وطنقات الارتلري وطنقات وطنقات كل شيء تقبل الارمي تمام هيدا بأول نسخة نحن نعم نعم تقريبا نعم ومشاركات 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 والحلو هذه هي اللي بدأت وقف عندها اليوم نقدر منشوف موسعات نقدر منشوف كتب تعرف ترجمة للغات اخرى ولكن قداش كانت فكرتك مهمة ان تحط صور ايضا للقارب مهمة لانه هيدا تبسط للبشاهد او للطالب او للمطالع تبسط له فهم الكلمة والصورة بدون ما يسأل اي احد لحاله بيقدر يعرف المعنى للكلمة من ورا الصورة مية بالمية اربعة عشر مجلد كل مجلد له اندكس خاص يعني مش نفس المواضيع فينا ناخد فكرة عامة باللغة العربية لحتى نقدر نشرح للمشاهد كان مثل ما ذكرت اول مجلد هو بيعنى للاشخاص الطلاب ولا شو قلت اللي اول مجلد كانت اول مجلد في الاندكس في جميع المواضيع عن الجيش عن الارمي والأسلحة الاندكس الاندكس عن الاندكس والمجلد طبعا كله بصور والمصطلحات يعني اليوم بكل مهنة الاندكس الاندكس التكاترة للمهنسين والأطباء للسواح للرجال الأعمال يعني هو هيدا المجلدات لحضرتك قدمتهم دكتور أكرم هي مرجع يعني اليوم بالمدارس المصطلحات الكلمات كلها نحن أمرها نقول شو بيعنى هالكلمة بالانجلس شو بيعنى هالكلمة بالعربي فاليوم نقدر نحن نستفيد من هيدا المزلد تفسير الكلمة مع الصورة بتوضح لهالإنسان اللي طالب العلم طالب العلم أي مجال بالأدب بالاقتصاد بالتجارة بالأي شيء مية بالمية لكن من 2010 ابتدت بأول مجلد الأول مية بالمية 14 مجلد 14 أي سنة ختمتهم ختمتهم 2016 يعني 2016 يعني 6 سنين أخدوا معك مجلد الأول للأربعة عشر مجلد مصابيح اللغات العالمية السبعة صحيح اليوم هيدا فينا نقول مولود الجديد بعد الأربعة عشر مجلد هيدا كتاب مهم ولكن البكورة الأساسية للعمل الجبار اللي قمت فيه أنا هن الأربعة عشر مجلد نوقت البلش بأول مجلد بالفيرس فوليوم واستمرت بدي أكمل هالعمل هيدا طلعوا أربعة عشر مجلد طوب طوب بالسيانس وبالليتريتشار بكل اللغات قديش أخد إقبال من قبل الناس قبل ما أحكي عن مصابيح اللغات العالمية السبعة قديش الناس حبوا هيدا المجلدات دكتور أكرم واستفادوا يعني انتهم بالدراسة أو بحياتهم العملية والشخصية هناك ناس اشتروا منهم هناك ناس قدمت لهم إياه قدامت لهم إياه كثير استفادوا منهم كثير كثير هن وولادهم يعني من زول احتصاص كل واحد عنده احتصاص يعني أنا عن جد بدي أسمح لنفسي أقول لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا وخاصة هلأ فتحت أبواب المدارس عن جد يحصلوا على هالمجلدات الأربعة عشر لأنه كثير حيستفيدوا بالنسبة للغة صحيح اليوم عم نحكي بلغة الإنجليزية ترجم مثل اللغة العربية طبعا لأنه هيدا الأربعة الـ 14 فوليوم هاو دي ريفرنس ريفرنسيز أمريكان و بريتش ريفرنسيز يعني المرجع هو الأمريكان والبرتش بالمية بالمية مصابيح اللغات العالمية السبعة لأذا بدك شي ترجع تحكي عن الأربعة عشر مجلد فين نضيف صحيح خلينا أعطي حق لمصابيح اللغات العالمية السبعة الترجمة المفردات المحادثة الأفعال باللغة العربية الصينية الروسية الفارسية الإيطالية الإلمانية الإنجليزية يعني كل هيدا اللغات تقدمت بمصابيح اللغات العالمية السبعة خبرنا أكتر دكتور أكرم نعم الآن بالنسبة لكتاب الترجمة كتاب المصابيح اللغة العالمية هو مقلب من سبع لغات نعم كل لغة إلى ضمائر إلى verbs إلى pronouns إلى أجيكتف إلى غرامر لاحظت كنت عمشوف عن جديد غرامر وسيمبليفايد يعني أنا نعمل اللغة سيمبليفايد إلى أجيكتف إلى أجيكتف إلى أجيكتف إلى أجيكتف يعني مقسم العمل لكل حد صحيح يعني أنت هينت على القارب والشخص الذي يحصل على هذا الكتاب كثير كثير إلى أنه يعرف لغات الإنسان يعرف لغة 100% يعرف لغة ويعرف تقليد وثقافات وحضارات العالم كله نعم يعني ليك العالم ونصير بالعلم والشو اسمه ونحن يعني عم نواكب وعم نلاحق هالعلم والإنفتاح لأنه بعدنا مفتوح على العالم طبعا وعالإنترنت عرفت كيف وعالسوشال ميديا صحيح هايدي شغلة مهمة كتير 100% مفروض الإنسان يطالع ويقرأ وشير عنده كل هال طبعا متل ما قال رسول الله انه العلم نور العلم نور طبعا ونحن أمته نقرأ ونكتب بزبط لازم نكون هايك 100% ولبناني دكتور أكرم بحب منكون اجنورانت صح لازم نكون حاضرين وموجودين ومثقفين لازم نكون ادجوكاتيب بيبول بالضبط مثقفين بكل معنى الكلمة واللبناني بحب يعني اليوم نحن دائما منستعمل هايدي اللغات يعني إن كان الإنجليزية أو الفرنسية والعربية يعني من منحط الديالوج تبعنا دائما بالحوار منستعمل أكتر من اللغة طبعا طبعا فقدش أهمية هيدا الكتاب للمدارس يعني اليوم هل فت هيدا الموسعات أو خليني قولها المجلدات دكتور أكرم بالمناهج بالمدارس؟ طبعا لأنه هيدا كتاب مهم اللي عملته أنا بالنسبة للكتاب مصابيح اللغة العالمية حتى بالجامعات والمدارس والابتدائية لازم أي مدير مدرسة أو أي مؤسسة أو هاي لازم هن يحصلوا عليها يحصلوا عليها لأنه كتير مهم كتير مهم وخصوصا هيدا اللغات مية بالمية اللغة الصينية هلأ الصين صار إلى دور هون بالمين القلمان إلهم ندور الجرمن الانجليش 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 دومينيت يعني هن مسيطرين على البلد من وراء لغتهم العالمية اللغة الصينية أو اللغة الصينية الإنجليش نعم هل المصابيح اللغات العالمية السابعة كمان عملت نفس الكنسبت تبع المجلدات الأخرى كمان في الصور حاضرة ولا بس المفرم مع المفردات مع المفردات يعني كمان عطيتهم الصور نعم أدي مهم هيدا الشغلي يعني اليوم وقت تكون عم تشرح كأم عم تشرح لأبنه وقت تتقله المفردات أو الترجمة خليني نقول هيدا الكلمة بتعني بالعرب هيك طبعا وقت تفرجي الصورة أدي بكمان تخليه الفيجوال تعوله يتنشط أكثر الفيجوال عنده الطفل وقت اللي بتطلع وشوف الكلمة مفسرة وبطريقة حلوة وعزبة وبيشوف الصورة هو الطفل ما بيعود أو التلميذ أو الطالب أو الدكتور ما بيعود إلو قلب ما بيعود يسكر الكتاب أبدا كل فكره كل فكره كل فكره في هذا الكتاب بيشده بشده أكثر يعني قديش تغلت على الأشياء السيكولوجي صير عنده السيكولوجي ونفسيا يعني مرتاح بتعامل قابد مع الكتاب وبيصير عنده إنتنس إنتنس ريدينج صح بيكون أكبر خليه يحبك أكثر أشبك 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 بزبب مية بالمية أديش جا سمعت هيدول الفيدباك من الناس دكتور أكرم اليوم نعم حصلوا على هيدا المجلدات عن جاد وليدون إنشدوا للغة أكتر نشد كثير للغة وبسطتوا هيّنت والله وشكروني كتير على العمل الجبار العظيم واتمنوا هني كل إنسان بيحصل عليك مش لأنه هم بعمل دعاية لا بالعكس هيدا العمل الجبار اللي عملته أنا يعني يفيد مجتمعي بذبت يفيد المجتمع اللبنان ومشاريع العرب والمجتمع الأجنبي لأنه نحن بحاجة أنه لهالكتب هيده مية بالمية وهالمواضيع لأنه أي موضوع بده يالإنسان بيفتحه بلاقيه هاين كتير بذبت وبتبسط يعني اليوم اللغة قدية مهمة هون عمشوف بصفحة من الصفحات صحيح اليوم بوستمان ساعي البريد حتى حاطت صورته ويقدر الناس يعرفوا صحيح صحيح بيسميكر رجل السلام صانع السلام معلمة مدرسة كمان صورتها يعني فيت بكل التفاصيل طبعا أنا استعملت المفردات والكلمات بلزابط شجرة العائلة شجرة العائلة كل شي عن الاراتفز عن الفرينت بتعرف والأسيسطورز والرلاتفز والفرينت نعم السرينجرز كل شي مية بمية حتى فيت بكل تفاصيل يعني مرض الجلد كل المصطلحات صحيح اللي ممكن أي شخص يستعملها اذا بدي أرجع للمصابيح اللغات العالمية السبعة اليوم إنجليش عربي لنصين اللغة الصينية وأمور كتير كيف تقصم الكتاب يعني قصم يعني البرونونز حاطت مثلا البرونونز بكل اللغات نعم مثلا بالإنجليش آي يو هي شي يو 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 بالدويتش أو الجيرمان كمان نفس الشيء بالفرينش بالشينيز بالهنا كله حتى كل إنسان بده يتعلم اللغة إذا بده يتعلم اللغة مثلا بيعرف عرفت كيف بيعرف اللغة تمام طبعا هيدا بتفيد للأسف نحنا هلأ كلش شباب وصبايا عم بهجروا عم بيسافروا حتى هيدول المجلدات اللي بين إليه بيفيدوا كل شخص عم بتبعنا بدي يفل على بلد من هالبلاد صحيح يتعلم لغتهم يكون عنده الكفاءة والمقدرة إنه يعني يعني لبناني شاطر هو عتن لبناني بذبت حاله طبعا كلفر هو كلفر بذلك أو انتليجنت متع باللغة صحيحة عنده ما شاء الله عليك كم لغة بتحكي تقريبا شي ستة أو سبعة تمام وفي الوقت كنت عم بتشوف المصطلحات وهالكلمات أي أكتر لغة كانت هيك الأقرب والأي الأصعب لأيت الحلوة والأبسط والفيها عزوبة هي الإيطالية الإيطالية أكتر وإذا هذا لغته إنجليش أي أقرب لإله إنه يتعلم لغة هلأ الإيطالية كتير هيني نعم كتير هيني هلأ كل اللغات قريبة لبعضها وقت الإنسان بتعلم الحرف والكلمة والجملة بتصير هيني هذيك اللغات عليه كتير بس اللي اللقايته أصعب شي ده مرس ديفكالت لشينيز لانجوش لشينيز لانجوش هي مثل تكتب مثل اللغة اللاتينية الإيطالية الفرنسية بتبتدي من اليسار من الشمال أو اليسار على اليمين يمين ده الظابط نعم ولكن هي مش أحرف هي رموز مظبوط هيدا الصعوب فيها تكون من رمز أو رمزين أو ثلاثة يعني إذا بيقول أنا بدي أتعلم بالمدرسة بدي كتب بجملة يعني شي مترين صح بدي كتب بيها وتخرج يعني شغلة تستودة في كل طبعا صعب كتير ولكن اليوم شو بتنصح الناس اللي عم بتتبعنا اللي بتحب في أشخاص هن مش لأنه مسافرين ولا لأنه مضطرين يتعاطوا مع أشخاص من الغات صحيح الأشخاص اللي بيحبوا اللغات أدي هيدا الشي بيشيدهم وبيبسطهم نعم وبيساعدهم بحياتهم نحنا كتير عنا ناس مثلا عم يعملوا مثلا مهد لغات وفنون نعم بيدرسوا لغات بالنسبة للأسار بالنسبة للسياحة بالنسبة للتجارة مئة بالمئة الآن معظم اللبنانيين الأكترية اللبنانيينة تجار الكبار البيزنزمان عم يروحوا على الصين بذبط سأذهب إلى كينة صح عرفتي كيف في ناس عم يتعلموا اللغة الصينية منهم audio visual مصبوك سماعي بصري مئة بالمئة عرفتي كيف هلا مش بس نحنا أنه أنا حبيت اللغة الصينية أنه بالدقرة بس بدي يكون عنده audio visual طبعا لكن يكون عنده عملية في الناس 100% هل يساعدوا هيدا الكتب؟ يعني عم تحكي حضرتك أمور كثير مهم اليوم عن جد معظم الأشخاص عم يساعدك مهم جدا هيدا الكتب مهم جدا هيدا الكتب طبعا وهالمجلدات يعني مش بس كتب طبعا المجلدات أهم طبعا بما أنه هي المجلدات باللغة الإنجليزية بيجيها هينة الواحد يكون داري ستادي ده إيجليز ما بيحس بصعوبة أبدا يعني بدأ أرجع أكثر المشاهد فيها نوع 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 مية بالمية كتير بسلاسة مستعملوا وإنت مبسطة أصد للمشاهد للقارئ تعذين عليهم نعود المجلدات المجلدات والمصابيح اللغة العالمية المصابيح اللغة العالمية أنا أنا كثير طبعا يعطيك ألف عافية من نهيني أبدا لأكتشفة وكتشفة بيس بوكس طبعا أكيد يعطيك ألف عافية الله عافية عم نحكي بموضوع المجلد الأول لأربعة عشر مجلد نعم لألك دكتور أكرم حمية صحيح باللغة الإنجليزية والعربية صحيح عم نحكي مصابيح اللغات الثانية كم مجلد موجود مجلد موجود مجلد واحد مجلد واحد نعم نعم يعني فينا نقول هو الفورتين 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 هو المجلد الرابع عشر مية بالمية الكتاب الكتاب تمام تمام حضرتك درست عندك لسانس بالأدب الإنجليزي لسانس بالأدب الإنجليزي هل هيدا الشيء اللي خليك يكون عندك شغف وحب أنك تتعلم كل هيدا اللغات صحيح وتتكمل لتعمل هالمجلدات أنا تخصصت على إيدي دكاترة فلسطينية نعم 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 تأسست على إيدي دكاترة فلسطينية حتى بالإنترميديات نعم بالسكنداري هاي سكول وبالأدب الإنجليزي كثير وتمكنت أنا أنه تعملات باللغة الإنجليزية بصورت أحفظ تكيب باي هارت حال الفوكابيولاريز كل شيء مهم فابتدت من مهم فابتدت من وكملت وكملت مية بالمية كملت بالحياتة بهذه الطريقة لتفيد الآخر يعني عشقك وشغفك لللغة بالأساس خلتك تتوسع هالأد أكتر ليستفيدوا الناس من وراء خبرتي ومن وراء عملي الجبار ومن وراء صهرك الليلة عن شرد يعطيك ألف ألف عافية دكتور أكرم حمية منكبر فيك ونشوف حالنا فيك مجلدات مننا هنا أبدا كلمات ومفردات ومصطلحات نستعملها يوميا وكتير مهم أنه نعرف بالضبط بكل اللغات شو بتاعنا هيدا أكيدا ليكون عنا هالقدة معرفة أنا أبدأ أشكرك الله يخليك وما بيعرف الإنسان قيمي للآخر إلا وقت اللي بيشوف له عمله بيقرأ له العمل العامل الأدبي أو الثقافي أو أي شيء بيلاقي فيه كنوز عالمية هو ما بيكون يعني بتكون مطمورة بالنسبة إلو بس مفتح عقله على الموسوعات هيدا اللي عملها على المجلدات وعلى هذا بيكبر عقله بيكبر هو إنسان بصير هو غير بتغير مية بالمية أنا بدأ أشكرك أشكر حضورك اليوم ديقلك يعطيك ألف عافية على المجلد هيدا الفوليوم 1 هيدا النسخة الأولى ولكن فيه 14 نسخة منه وآخر نسخة كانت مصابيح اللغات العالمية السبعة متمنى من كل الأشخاص اللي بهمنوا اللغات العالمية ككل أنه يحصلوا على هيدا الكتب بيستفيدوا منها ويفيدوا أولادهم وكل هيدا الأجيال ايه طبعا ايه أنا بدأ أشكرك الله يخليك ايه أنا بتشكركم كتير وشكر أعضاء البرنامج كلهم مرسي وتشكر الأنبيئان أهلا وسهلا شرفت شرفت شكرا لك عطيتها الأد من وقتك لتفيد الناس لعجل يكونوا مثقفين وحاضرين أهلا وسهلا فيد معنا الله يخليكي وهي الناس لازم تقرأ وتكتب مية بالمية لازم تطالع للناس يعني ما لازم تضل ignorant جاه للعالم أبدا لازم تقرأ صح مية بالمية لينصق العقل هون وكونوا هني الناس الكماليين بالظبط واللي الله وصفهم مية بالمية أنا بدأ أشكرك أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة في تأليف أخراج الموساعات العالمية المصورة باللغة الإنجليزية الدكتور أكرم حمية شرفتنا دكتور أكرم حمية الله يخليكي يرسي ونورتنا أهلا وسهلا فيك معنا مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختم هذه الحلقة منش جديد معادنا بتجدد معكم بكرة بنفس الموعد فكونوا اكتر إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى